طبعا أداب الخطوبة اللي تحدث عنها الإسلام الحنيف لازم طبعا البنت المجيلة عليس لازم تستشير يعني من أهم أداب الخطوبة الاستخارة والاستشارة يعني إيه الكلام ده الاستخارة أن الواحد يستخير ربنا سبحانه وتعالى والحديث واضح في المسألة دي حديث سيدنا جابر رضي الله عنه اللي بيقولين فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك وحدك تعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب اللهم إن كنت تعلم وأنت تعلم الغيوب أن هذا الأمر اللي هو كذا كذا خير لي فوافقني إليه وإن كنت تعلم أنه شر لي وأنت تعلم الغيوب فاصرفه عني واصرفني عنه واخذر لي الخير حيث كان وحيث شئت وردني به يا رب العالمين فلازم في الجواز بالذات يا جماعة الجواز رق بالنسبة للبنت تحديدا يعني مسألة صعبة أوي يعني يعني لازم تختار حد كويس حد يعملها المعاملة الطيبة اللي ترضى ربنا سبحانه وتعالى لأكذا